موسيقى السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه فيديو النهاردة جايبا لكم احدث الادوات المنزلية وكمان ادوات ممكن تشوفوها لاول مرة واحنا متعودين مع بعض ان انا بجيب لكم احدث حاجات عاملة تريندات وانكسر الدنيا والنهاردة بقى فيه مفاجئات حلوة وجميلة فيلا مع بعض نبدأ الفيديو اول حاجة معانا الاستندي ده او نشاره اي حاجة ازا ما احنا شاكين مع بعض ان انا بنيجي ننشر البطاطين او الملايات ممكن تقع مننا فده برضو عملي جدا وكويس وحلوة اوي وشكله جميل اللي هو الحلزوني ده ده بقى لاستغلال ماساحات الديقة شايفين الكرسي الكرسي بقى في الحيطة وشبان خالص وده الكنبة اتحولت بقت سرير بدورين يعني منتهى الجمال واستغلال المساحات الديقة شايفين بقى التربيزة الكبيرة دي ممكن نستخدمها كطاولة كبيرة ناكل عليها وممكن نرجعها كده تاني تبقى تربيزة صغيرة ازا ما احنا شايفين كده السرير الكبير اوي ده اللي احنا شايفين نشوفها هيتحول هيبقى كنبة صغنونة الترابيزة دي بقى ممكن نستخدمها كترابيزة مكوى او ترابيزة برضو ناكل عليها وممكن نرجعها تاني تبقى ترابيزة صغيرة ازا ما احنا شايفين كده ده مكتب اهو بيتقفل وما بياخدش اي مساحة خول الكرسي ده احنا شايفين ان هو عادي بس اشوف دلوقتي هيتحول لايه هيتحول لكنبة ممكن رايح عليها كده في فترات الراحة في الشغل اما بقى ده احنا شايفين وان هو سلم عادي خالص هيتحول هيبقى زي كده ممكن لمنشر او ممكن منظم للملابس ازا ما احنا شايفين ده برضو عبارة عن سرير شوفوا دلوقتي هيبقى اختروع انا شايف الحاجات دي ان هي اختروع وكمان بتوفر علينا في المساحة لاصحاب المساحات الديقة لو انت شايتك صغيرة حاول ان انت تروحي تجيب الحاجات دي بتبقى متوفرة فين بتبقى متوفرة كتير جدا فائكية يعني شفت حاجات من ده كتير قوي وهتلاقاها بقى موجودة هناك في حاجات بقى واشكال كتير دوليب وكاريسي وحاجات تعالوا مع بعض نشوف الحاجات بقى الخاصة بالاطفال بصراحة انا شايفة ان هي اختروع الحاجات دي بتتحطي كده علشان انت طبعا كل الناس اللي عندها اطفال عارفين ان هما اشقية وممكن يتعرضوا للخطر فده بتحفز على الاطفال وكمان المكابس دي بتتحطي في الكهرباء زي ما احنا شايفين كده عشان برضو ما يحطوش ايديهم ويتعرضهم للخطر ده بقى الاطفال كلها بتقع وخصوصا ان هما بتتعلموا الماشي كده بيبقى شكلهم امور وبيقعوا بقى كتير ده زي كفور كده بتحطي على رأسهم فيحافز عليهم وعلى دماغهم يعني ما يتفتحش او يتعوروا لقدروا له ده برضو كده زي ما احنا شايفين كده انت عارفين الاطفال بقى اشقية بيحبوا يلعبوا في كل حاجة ويجربوا كل حاجة فكل حاجات دي شايفة ان هي قويسة جدا للاطفال وبتحفز عليهم من اي خطر تعالوا برضو بالنسبة لمساحات الدايقة تاني شايفين فكرة الكراسي دي حلوة او ودي برضو يعني حاجة كده روحة لاجاني والدول بصراحة ابهرونا بصراحة يعني دي تحولت لكرسي كده زغنون الجزامة دي بقى سمكها صغير جدا مع انها بتاخد حاجات كتير بس السمك بتاعها صغير ومتاخدش مساحة كبيرة الكفر ده اتعمل للشبابيك وخصوصا في فصل الشتاء بيبقى فيه امطار وبرق ورعد بقى الناس اللي عندهم الكلام ده الكفر حلو كمان بيحافز على الشبابيك من الاتريبة انا لحد كده وصلت الاخر الفيديو لو عجبكم ما تبخلوش علي بقى باللايك والاشتراك بحباكو جدا